موسيقى بسم الله والابن والروح القدس الاله الوحد امين تحل علينا نعمته وبركاته الان وكل اوان وإلى ظهر الدهور كلها امين النهاردة يا حبائي خمسة توت شهادة القديسة صوفيا القديسة صوفيا لها قصة كراهوات احب ان انا اقولها في سطور صغيرة كانت القديسة صوفيا بتتردد على الكنيسة قبل الايمان مع بنات مسيحيات جارات لها ولما بتتردد على الكنيسة فترات طويلة فابتدت ان هي فعلا تحب المسيح وتستلم الايمان واردت ان تتعمد ففعلا بعد فترة تعمدت وبعد ما تعمدت ابتدى حد يوشي بالخبر بتاعها للوالي فالوالي عرف الخبر بتاعها ابتدى ان هو يستملها ما سمعتش الكلام ابتدى ان هو يعذبها برضو مصرة على ايمانها بالسيد المسيح بعد شوية بعت زوجته علشان يحاول برضو يغير رأيها لكن هي مصرة على الامان بتاعها بالسيد المسيح فاخيرا نالت اكليل الشهادة فالقراءة النهاردة معلمنا بولوس الرسول كما لو كان بيقول لنا اسلكك ما سلكت القديسة صوفية بيقول في رسالته لأهل أفاسوس اسلكك أولاد نور لأن ثمر النور هو في كل صلاح وبر وحق اسلكك أولاد نور كما سلكت مثلا ايه القديسة صوفية او كما سلك القديس فلان زي ما سلكوا هم بالنسبة لنا القديسين دولت بيكونوا مرشدين لنا بيكونوا علامات في الطريق احنا بنمشي على أثر الغانب بنقطفي الأثر بتاعهم بنشوف هم مشوا ازاي واحنا بنمشي زيهم فمعلمنا بولوس الرسول يواصلين يقول اسلكك أولاد نور لأن ثمر النور في كل صلاح وبر وحق مكلمين بعضكم بعضا بمزمير وتسبيح وأغاني روحية وده الأكيد اللي كان بتعمل القديسة صوفية مع مين مع الجرات والزميلات بتوعها كانوا بيكلموا بعض بمزمير وتسبيح وأغاني روحية مش بأغاني من نوع تاني او كلام من اي نوع فالكلام اللي من اي نوع ده هو الكلام الرضيء يخلي الانسان مش روحان بيخفض على طول من القيمة الروحية بتاعتنا مترنمين ومرتلين في قلوبكم للرب في قلوبكم يعني عمل داخلي شاكرين كل حين على كل شي فصل الكاثريكون من بطرس الرسول الأولى يتكلم عن فكرة الخضوعة في حياتنا الروحية لازم يكون في خضوعة فيتكلم عن النساء ان هما يكن ايه كنا خاضعات للرجال هنا كذلك اياتها النساء كنا خاضعات للرجال يكن حتى وان كان البعض لا يطيعون الكلمة يربحون بصيرة النساء حتى لو الراجل مش بيروح الكنيسة مش بيسمع كلمة ربنا يربح بسبب ايه بسبب صيرة مراته وبدون كلمة ولا تكن يوصيهم وصية تانية لا تكن زينة تكن الزينة الخارجية كتير قوي ما بنهتم بالزينة الخارجية ازاي اظهر قدام الناس ازاي يكون شكل كويس فلاش اسلك السلوك ده لو كنا كمان بنهتم بايه بالزينة الخارجية احيانا لا نهتم لا بالزينة الداخلية ولا بالزينة حتى ايه الخارجية فهينهوات فصل كاثريكون معلمنا بطرس بيقول لنا خلي بالكم اووا تهتموا بمجرد الزينة الخارجية هنا افتكر فصل الانجيل لوقة سبعة اللي بيتكلم عن المرأة الخاطئة اللي عادة تحت رجلين السيد المسيح المرأة الخاطئة دي كانت معروفة في المدينة كلها انها ايه؟ انها خاطئة ولكن عملت اعمال جميلة جدا بيبرزها الانجيل وكما لو كانت منها جروحي المفروض ان احنا نمشي فيه لان المرأة الخاطئة بترمز للنفس مين مش خاطئ؟ فيش حد مش خاطئ كلنا خطئة فالمرأة الخاطئة هنا بترمز ليا وليك وليك عملت ايه المرأة الخاطئة؟ تسللت ودخلت بيت سمعان الفريسي خلت الناس ما تشوفهاش ودخلت وقعدت تحت رجلين السيد المسيح جلست عند قدميه من ورائه وكانت ايه؟ كانت بتبل قدميه بدمعها فعملت على الاقل تلت حاجات نهي جلست عند قدميه تحت الرجلين والحاجة التانية من ورائه والحاجة التالتة كانت بتبكي بدمعها علامة التوب فالنقطة الاولية هي جلست عند قدميه نتعلم منها ايه؟ احنا قلنا المرأة الخاطئة بترمز للنفس البشري طب المفروض انا كنفس بشرية اجلس عند قدميه الرب بمعنى ايه اجلس عند قدميه الرب؟ بمعنى ان انا اتعلم التعليم كانوا باستمرار المعلمين يعودوا على اريكا وعلى كرسي على كنبة ويبقى قدامهم التلاميذ وهم قاعدين على الارض والمعلم مرتفع علامة ايه؟ علامة ان هو بيتعلم فعند قدميه يعني بتتعلم من السيد المسيح فلازم كل نفس بشرية تتعلم من السيد المسيح يعني ايه تتعلم من السيد المسيح؟ يعني تقرأ الانجيل ونعرفة بالزبط السيد المسيح عايز مني ايه؟ ان انا اسلك ازاي وامل ايه؟ عند قدميه من ورائه طب ليه مش قدامه؟ هنا وقت من ورائه علشان اسباب كتير اوه اولا الاتضاع ان انا ما اظهرش انا في الصور منكن اكون في المواجهة او قدام فانا بظهر بالصورة يبقى انا في الحالة دي ات العمل مش داخلي لا ات العمل خارجي ظاهري اللي بيوصينا معلمنا بوترس الرسول ويقول ايه؟ ما تكونش الزينة بتاعتكم الزينة ايه؟ الخارجي فهي جلست من ورائه باتضاع من ورائه برضو علشان يكون السيد المسيح هو اللي في المقدمة يبقى السيد المسيح هو اللي بيدافع عننا الرب يدافع عنكم وانتم تصمتون فيكون هو اللي في المواجهة لاننا ضعيف فسيد المسيح هو اللي بيحارب عننا فاكون انا ايه؟ من ورائه من ورائه علشان ما اظهرش في الصورة ولكن يبقى السيد المسيح هو اللي في الصور انتم الذين اعتمدتم للمسيح قد لبستم المسيح اللي اعتمد للمسيح لبس المسيح فلما لبس المسيح مين اللي باين في الصورة؟ المسيح أنا مش باين في الصور فشايفين فيي المسيح زي ما قديسة صوفيا شافت في جارتها صورة المسيح وشافت في الكنيسة لما راحت الكنيسة فأشخاص كتيرة صورة المسيح فعرفت المسيح ناس كتيرة ما تعرفش المسيح ليه؟ بسببي أنا ليه بسببي أنا؟ علشان أنا ما بكونش في صورة المسيح ما بظهرش المسيح في حياتي والنقطة الثالثة اللي عملتها المرأة الخطيئة إنها إيه؟ كانت تبل قدميه بدموعها يعني إيه تبل قدميه بدموعها؟ يعني عيش حياة التوبة فمطلوب مني إن أنا أتعلم من المسيح عند قدميه حاجة تانية إن أنا مظهرش في الصورة وأكون في صورة الاتضاع وخلي المسيح هو اللي يحارب عني اللي هي حتة من ورائه والنقطة الثالثة إن أنا أعيش عيشة التوبة حياة التوبة اللي هي أبل قدميه إيه؟ بالدموع بتاعتي يعني التوبة مستمرة باستمرار طول ما أنا عايش في الحياة يبقى في خطيئة في حياتي لازم أن أنا أتوب وأعترف وأتناول لغفران الخطايا فدوة فصل الكاثلكون وبرضو فصل الكاثلكون بيقول لنا والنهاية كونوا جميعا متحدي الرأي بحس واحد ولكن إن تألمتم من أجل البر فطباكم وأما خوفهم فلا تخافوه ولا تضطرب خوفهم لا لأن الخوف معطل ولن أقعوا تخافوا في المسيرة الروحية بتاعتكم زي ما برضو القديسة صوفيا إيه؟ ما خافتش من الوال وتعذبت عزبات كتيرة لكن أصرت على الإيمان بتاعها لأن شايفة عريس النفس البشرية بتاعها اللي هو السيد المسيح قدام عينيه كعلت الرب أمامي في كل حين لأنه عن يميني فلا أتزعزع فصل إبراكسيس من أعمال 21 يتكلم عن الموت باسم المسيح هنا أكون جاهز أن أنا أقدم حياتي من أجل السيد المسيح يتكلم عن بولوس الرسول لما تنبأ أغابس عن اللي هيلاقيه معلمنا بولوس فمعلمنا بولوس الرسول يقول إيه؟ لأني مستعد ليس أن أربط فقط بل أن أموت أيضا في أرشاليم لأجل اسم الرب يسوع أنا مستعد من أجل اسم الرب يسوع أن أنا مش قربة بس يبقى لي ضيقات أو متاعب بس لأن أقدم كل حياتي من أجل السيد المسيح فاصل الإنجيل من متى 25 كلنا عارفين ما هو مثل العزارة الحاكمات والعزارة الجاهلات كأن الرب في المثل هنا هو بتاع العزارة الحاكمات والجاهلات يقول خلي بالكم من حكتين الصهر وأعمال الرحم أو الصهر الهادف لأن الفرق بين العزارة الحاكمات والعزارة الجاهلات هما الاتنين سهروا ولكن العزارة الحاكمات كان معاهم زيت العزارة الجاهلات نفذ الزيت بتاعه فالصهر الهادف أو الصهر وأعمال إيه أعمال الرحمة فقالت الجاهلات للحاكمات أعطيننا من زيتكنا فإن مصابحنا تنطفئ فإجابة الحاكمات قائلات لعله لا يكفي لنا ولكن بل اذهبنا بالحري للباعة وابتعنا لكن وفيما هن ذاهبات ليبتعنا جاء العريس والمستعدات دخلنا معه إلى العرس وأغلق الباب فيما إيه فيما هن ذاهبات فيما هن ذاهبات جاء العريس والمستعدات دخلنا فإنت الهدف واضح قدامك ولا لا قصة صغيرة خالص كده هو تحب أقولها لكم أنا عن تحديد الهدف أو أنت بتعمل كده ليه هل الهدف واضح أنه هو المسيح قدامك ولا لا القصة دي ترمزية بتكلم عن راهب وشجرة كان ساكن فيها الشطان الشجرة اللي كان ساكن فيها الشطان ديت الراهب قال أنا هروح أصلي وأقطع هذه الشجرة عشان الشجرة اللي فيها الشطان ديت ناس كتيرة بتتعبد ليها فبتضل ناس كتيرة أو ففعلاً كان راح بكل عزيمة وبكل إيمان أنه هو رايح أنه هو يقطع هذه الشجرة ويف قدام الشجرة وصلى كتير قوي وفعلاً زعزعت الشجرة ديت وابتدى أنه هو هيهم ويقطعها ولكن سمع صوت من الشجرة بيقوله إيه اترقني وسأعطيك كل يوم دينار اترقني وسأعطيك كل يوم دينار فابتدى الشطان يتكلم مع الراهب أن كل يوم هيجي له دينار يعني مبلغ كبير في هذا الزمن فابتدى أنه هو يتراجع عن العمل بتاعه وميشي بعد ما ميشي الراهب وبعد فترة أثار أنه هو يروح للشجرة مرة تانية ولكن كان الشيطان ضحك عليه مبعطهش لا دينار ولا حاج فأثار أنه هو يروح يقطع لكن لما صلى الشجرة ردت عليه بكل إسرار وقالت له مش هتقدر تقلعني قال لها إزاي بتتكلمي كده وبتقولي كده قالت له المرة سابقة كنت تحارب لأجل الله أما الآن تحارب لأجل نفسك وشتان الفارق بين الهدفين أترك قطع الشجرة لمن لا تغريه شهوة الدنانير فأحيانا أنا الهدف بتاعي بيهتز قدام أنا الهدف بتاعي المسيح نفسه أنحاطت عناي على المسيح ولا لأ لو الهدف بتاعي هو المسيح هقدر أوصل لكن لو الهدف بتاعي اتزعزع وابتديت أن أنا أبص لشيء آخر ففي الحالة دي ممكن أن أنا أهتز والإيمان بتاعي إيه يبقى إيمان ضعيف فأفتكر معاكم القصة بتاعة القديسة صفية وإزاي أن هي شافت زميلتها وهم في الكنيسة كانوا قدوة ليهم وشافت فيهم صورة المسيح فلذلك تعمدت وبعد ما تعمدت لاقت عذاب كتير أصرت على الإيمان بتاعها لما أصرت على الإيمان بتاعها نالت إكليل الشهادة كان الكلام ده كله سببه إيه؟ كان سببه أن هي بتسلك كأولاد نور في نفس الوقت عندها فكرة الخضوع زي ما معلمنا بطرس الرسول بيقول لنا في إيه؟ في الكاثليكون فاصل الكاثليكون فإدرت أن هي تثبت فعلا في المسيح وهدفها كان واضح قدامها وكان المصباح بتاعها مليان بالزيت ربنا يدينا فعلا أن المصابيح بتاعتنا تكون مليانة بالزيت حتى لا تنطفئ ويعطينا نعمة الاستعداد ونعمة الانتظار والصهر الهادف إلىنا كل مجد وكرامة الآن وكل أقوان وإلى ظهر الظهور كلها أمين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة